أعزائي مشاهدي كورا بلس في كل مكان أهلا بكم في فار بلس النهاردة هنأخذ بعض الحالات التحكمية في الجولة الثانية والثالثة كاس العالم هنتكلم على الجدل التحكمي اللي حاصل معنا في كاس العالم الفترة دي وقبل ما نوصل لدور الستاشر هنتكلم على حالات تحكمية مهم الحالة النهاردة المهمة اللي بنتكلم فيها لأنها حالة مؤسرة في صعود فريق وخروج فريق لعبة أوروكوي مع غانا كتراجل جزاء صحيحة لم يتم احتسابها ولم يشر لها الفار عشين الحكم يروح يشوفها الكرة دي لو كانت احتم احتسابها لأوروكوي وركل الجزاء صحيحة تغادى غضا عنها الحكم في الملعب وتغادى عنها الفار الرجل في الرجل بالمنظر ده ركل الجزاء كانت صحيحة لأوروكوي لم يتم احتسابها وبالتالي خرجت من كاس العالم بفرق الهدف الهدف ده أو اللعبة دي كانت توصل أوروكوي لدور الستاشر في مباراة قطر والسنغال كانت فيه ركل الجزاء صحيحة لما تم احتسابها إهمال من مدافع السنغال مع مهاجم قطر الرجل ما كانش له عنده أي فرصة يلعب القرى احتك معاه بالمنظر ده وعلى الأرض حكم الفار لأنه ما فيش خطأ واضح ولكن هناك خطأ واضح وإهمال واضح من اللعب السنغال مع مهاجم قطر اللي كان مساطر على القرى وكانش يدعب السنغال عنده أي فرصة أن يلعب القرى بأي حام الأحوال وبالتالي ركل الجزاء لما تم احتسابها لقطر في مباراة قطر والسنغال اللعبة المهمة فيها تميز كبير من حكم الفار وتميز كبير من حكم مطش تونس وفرنسا اللعبة المهمة اللي كان فيها تونس بالطلب لركل الجزاء لعب فرنسا وصل تماما للقرى ولعب القرى وبالتالي ركل الجزاء مش موجودة وقرر الحكم صحيح في اللعبة دي هرجع على مطش فرنسا وتونس بنتكلم على الهدف الملغي الفرنسا في الآخر وكلام كتير يتقال على الحكم على اللقطة والاتحاد الفرنسي اعترض على اللقطة واللقطة عملت جدل كبير الهدف الملغي اللعبة بمنطقة البساطة ان كان فيه لاعب في موقف تسلل اللي هو احرز الهدف رجع من موقف التسلل وبالتالي فيه لقطة جديدة في لاعب تونس مش انقاذ متعمد ولا ارتداد منه ده بيلعب القرى لعب القرى بصورة صحيحة وارتدت لللاعب اللي بقى في موقف صحيح في لعبة جديدة واحرز منه هدف وبالتالي تفسير خاطئ من حكم الفار واللي مش وراه حكم نيزولندي حكم الملعب اللي احتسب ركلة حرة مباشرة والغى الهدف الهدف هدف صحيح بالقانون وبنص القانون اللعبة مفيش فيها ارتداد مفيش فيها انحراف اللعبة لعبة من لعب مدافع تونس لعب القرى اللعب اللي رجع من موقف التسلل ده ما تدخلش مع المدافع ما اصرش على المدافع القرى جات له من لعب مدافع تونس وبالتالي كان هدف صحيح لفرنسا للأسف تم إلغاؤه عن طريق الفار لأنه فصر اللعبة خطأ لحكم الساحة اللي اخطأ بدوره ومشي مع حكم الفار في قرار صحيح بإلغاء هدف فرنسا الاتحاد الفرنسي قدم احتجاج كبير للاتحاد دولي واللعبة فعلا الاتحاد دولي ما تدخلش وضحها زي كرة اليابان اللي هنشوفها مع بعض في مطش غانا وأرجوي كان فيه ركل الجزاء تانية تاني ركل الجزاء لما تحتسب النهاردة لأرجوي الرجل في الرجل بصورة واضحة جدا فيه حصل إعاقة لمهاجم أرجوي وبالتالي كانت ركل الجزاء سهلة وصحيحة الرجل في الرجل اللي حكم الفار قال إن ما فيش تدخل أو ما فيش خطأ واضح وأهمل ركل الجزاء تانية في مطش غانا وأرجوي كانت كفيرة برضو بصعود أرجوي لدور الستة شهر القرى اللي بنتكلم عليها والأثارة الجدل في العالم كله وقرة اليابان لما تصورت من فوق بالمنظر ده التجويف القرى المنفوق التكنولوجيا اللي موجودة في القرى والسنسور اللي موجود في القرى التجويف الخارجي للقرى اللي هو مش على الأرض اللي على الأرض شفناها حكم المساعد أشار بتسلل وده كعمل بشري قراره صحيح لكن مع التكنولوجيا اللي موجودة المنظر ده شفناه القرى نهاته خطت خرجت بره الخط تماما وبالتالي نظر المساعد قال إن القرى بره لكن هم نتكلم على اللقطة دي بالتصوير ده وبالسنسور اللي موجود في القرى بالتكنولوجيا اللي موجودة التجويف الخارجي الخارجي اللي هو اللي عالي للقرى لو نزلنا خط طولي عليها هيبقى في جزء من القرى موجود على خط المرمى وبالتالي كان قرار التكنولوجيا الهدف صحيح وفعلا الهدف صحيح وزي ما قلتلكوا قبل كده التكنولوجيا موجودة في كاس العالم أي حقيقة مكانية تسلل أو قرى خارجت ما خارجتش ما تشكشش كتير أو ما تتكلمش كتير لأن في الآخر ده قرار تكنولوجي واضح وصريح وهدف صحيح تم احتسابه لفريق اليابان كان هدف الصعود لليابان لدرس 16 وده التكنولوجيا النهاردة بتقول إنها بقى ضرورية وضرورية جدا في المباراة الكبيرة خاصة في بطولة كبيرة زي كاس العالم دي كل حاجة عندنا نهاردة في التحكيم في فاربلوس شكرا لكم سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر